بس بالغانبية الغانبية الطاقة هون وهون طاقة نارية وطاقة مائية وطاقة هوائية ممكن يكون اي برج تاني عم شوف الشخص الشخص هاد واحد من الاسباب اللي عم مش عم تسمح له انه يتقدم بالعلاقة او بالتواصل بينكم انه هو يمركز كتير على الهدف الليهائي او يمركز كتير على الصورة الاكبر لانه ورق التقدم ورق التحرك فممكن هو عم يتحرك بسرعة وعم شوف ايضا طاقته نارية فممكن حركته سريعة ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه شخص متهور او شخص مندفع باتخاذ قراراته ايضا شخص حاد ممكن يعني يعني عم تحس انه هو يحتاج بعض من التعاطف بشكل عام تعاطف بالمشاعر تعاطف بالعلاقة مع بعض هو كتير او هالشخص كتير بيركز على تحقيق اهدافه وطموحاته يعني بيتقدم لتقدم وبطريقه ممكن يجرح اشخاص انت بتحس هيك ايضا هالشخص ممكن يكون انت انضج منه عقليا او فكيا لانه شخص بيتبع يعني اللي بيحس فيه من جوا ما بيكون فيه عنده خطة واضحة مرسومة يمشي عليها ايضا هالشخص من النوع اللي هو اه اذا اشتغل ما فيه عنده الصبر فيه عنده طاقة ولكن فيه عنده صعوبة بتوجيه الطاقة لانه كل ما بيجي اه يعني بيحاول يحط مجهود باشي معين اذا ما عاد عليه النتيجة اللي هو بده اياها بسرعة هالشخص بيمل و بيركز على اشياء صعب انك تجذب تركيز هالشخص او تثبته في مطرح واحد طاقته كتير فلكسبل كتير هوائية كتير نارية يعني بيتحرك كتير بتحسوا بجميع المطارح شوي هون شوي هون شوي هون اما فيه عنده خط واضح يمشي عليك ايضا عمشوفه مش كتير متحمس لفكرة الحب ممكن يكون هالشخص اجابة عروض حب وهو اه عم يفكر باشياء بالماضي او ممكن طبيعة العلاقة بينكم هالشخص مركز كتير على علاقاته اللي فشلت بالماضي ومش عم يركز علي بيمر فيه حاليا يعني ممكن هو مش سامح لحاله انه يفكر بطبيعة العلاقة بينكم لانه مركز كتير على الامور اللي صارت بالماضي فدائما كل ما بيفوت بعلاقة جديدة بالمستقبل بيعود تفكيره الى الماضي فب يعني اوتوماتيك اللي تلقائيا بينغلق عاطفيا باي علاقة جديدة عمشوفه ولكن عمشوفك انضج منه فكريا ممكن يكون في بينكم فرق بالسن ايضا ممكن يكون هالشخص اصغر منك بكذا سنة ايضا طيب شو ممكن واحدة من الاسباب اللي قدت الى الخلل بينكم او كيف ممكن تفهم شو هي المشكلة بينكم لحتى تعرف تصلحها اغلبكم هافف اغلبكم ما في عندكم ايمان وما في عندكم الثقة الكافية بالتواصل بينكم بالطرف الاخر بالشريك الاخر لحتى تسمحوا انه العلاقة تطور الى الامان همشوف الاغلب منكم في عنده صعوبة انه يثق بالعلاقة مئة بالمئة او يعطيها اهتمامه مئة بالمئة ايضا عمشوف انه في شخص بينكم هو متحكم اكتر بالامور او في شخص بيحب السلطة اكتر من الشخص الاخر الشخص بيحب هو اللي يكون متحكم للامور وحدة من الاسباب اللي اللي ادت الى الخيال بينكم انه فيه طرف عم يحس انه مظلوم عم يحس انه ما فيه توازن بالاخذ والعطاء عم يحس انه هو اللي عم يطي اكتر من الشخص الاخر لطبيعة العلاقة بينكم نارية كتير يعني انتو فيه بينكم تجاذب كتير عالي ولكن فيه شخص بيحب فرض السيطرة بالعلاقة وبيحب هو اللي يكون متحكم كنترول فيك الشخص اللي عم تتعامل معه او فيه طرف بينكم هو كنترول فيك وبيحب التحكم كتير لو نشوف خطوتك بالمستقبل فينكس رايزنج عم تشوف فينكس رايزنج هاي الكرت بس توصل الى نقطة الصفر يعني بس توصل الى الحضيد هاي هي المرحلة اللي يعني ما عد فيه عندك ما عد فيه يعني تنزل لتحت اكتر او تخرب عليك الامور اكتر من هيك فهاي هي فينكس رايزنج اللي هي بتطلع انت بتنطلق او امورك تتحسن من بعد مرور فترة عصيبة او عصيرة كتير يعني هاي ممكن الورقة تكون ما بتعادل بالتاروت ما بتعادل الويل او عجلة الحض عجلة المستقبل فهاي هي اللي الشفت اللي رح تصير او الانتقال النقلة اللي رح تصير فعم شوف بالمستقبل خطواتك القادم رح يصير فيها عندك نقلة بالذات من ناحية المشاعر لأن الكرتين هون عندي two of cups night of cups بعدين عندك the full يعني عم شوفك أكتر بالمستقبل رح تاخد الأمور بعفوية أكتر مش رح تكون كتير جدي بالأمور بالذات بما يخص العاطفة يعني رح تحاول أنك تكون flexible أو مرن أكتر عم شوف أيضا فيه اشتياق رح يصير بالمستقبل رح تشتاق إلى شخص معين أو رح تشتاق إلى طبيعة التواصل بينك وبينها الشخص عندك بالكروت المستقبل كتير أوراق cups فرح تكون الأمور عندك من الناحية العاطفية رح تتغير كتير أيضا عندك two of pentacles فرح أنت بالمستقبل رح تنحط بموقف أنه لازم توازن بين شغلتين معينات بين شيئين معينين وممكن لازم توفق بين طبيعة هالعلاقة يعني بين الشغل وبين العلاقة فيه إشي رح تضطر إنك تحاول توازن وتوفق بينه نشوف خطوات الحبيب في المستقبل فهالشخص عم شوف إذا هو كان كتير كتوم بالزات بناحية ما إنه يعبر عن مشاعه تجاهها تجاهها العلاقة أو يكون صريح بإنه يحكي فعلا شو هو اللي بيحس فيه عم شوفه أكتر رح يركز على هالإشي أيضا عنده هالشخص أو هالإمرأة إمرأة حنونة جدا يعني في عندها تعاطف كبير فعم شوف إنه هو بفترة الإنفصال للمنفصلين لكم مثل كأنه رح يراجع أموره لأنه أيضا عنده الهينجمان الهينجمان الطاقة بتكون معلقة والطاقة بتكون واقفة ولكن بيصير مثل الدراسة للموضوع أو بيصير مثل التحليم للموضوع بفهم للفكرة فهالشخص رح يحاول إنه بالمستقبل يفهم طبيعة العلاقة أكتر بينكم طبيعة الطاقة بينكم أكتر وأيضا عم شوفه يعني رح يعمل أو رح يشوف هو وين أخطأ بالعلاقة شو كان دوره بإنه صعب العلاقة أو صعب التواصل بينكم أم شوفه أكتر رح يكون في عنده أو تعاطف مع الموضوع أيضا من الناحية المادية في عنده بدايات جديدة أو من ناحية العلاقة بينكم في بداية جديدة وياها الشخص عم شوف إنه هو عم يفكر بالمستقبل يحط مجهود أعلى أيضا كينغ أوف كوبس كينغ أوف كوبس هيدا أكتر شخص ناضج أو مشاعره العاطفية بتكون ناضج على إنه يعني أعلى مركز أو أعلى مستوى فعم شوفه من الناحية العاطفية تقريبا من بعض منكم رح يصير فيه التزام جدي بهات ثلاث الكروت رح يصير فيه ارتباط جدي لأنه في عندك كينغ أوف كوبس يعني فيه إشي مثل تكوين أسرة مثل هالشخص عم يحلم بأسرة معاك عم يحلم بتكوين مستقبل معاك وأيضا عندك كينغ أوف كوبس يعني هالشخص مشاعره العاطفية رح تنضج أكتر في عندك هون الكروت السابقة كروت صغيرة يعني فول كارد هو أول كرت في بداية رحلة التاروت فام طاقته الحالية نعم شوفه الحالية هي طاقة عفوية أكتر طاقة فولية أكتر ولكن بالمستقبل عم شوف أنه هو شخص يعني رح يوصل إلى مرحلة من النضوج النضوج العاطفي أيضا هالكرت بيبين أنه في عنده بداية معاك جديدة وفيها نوع من الاستثمار بشان هيك أنا بحكي لك أنه ممكن يكون ارتباط جدي لأنه عندك يعني فيه طاقة أرضية فيها إشي من الاستثمار مجهود بها العلاقة مجهود جدي بها العلاقة يعني هالشخص فكرته معاك في المستقبل رح تكون تفكير إلى المدى البعيد مش فقط إلى المدى القريب أو شو اللي عم بيصير حاليا لأنه هالشخص هون أنا فول كارد ما عنده أي حساب إلى المستقبل بيعيش كل يوم بيومه ولكن هون الطاقة في المستقبل عند هالشخص عم شوف أنه هو ناضج أكتر عم يفكر إلى المستقبل بالنسبة لمستقبل العلاقة بينكم أو الطاقة المشتركة بينكم في المستقبل بدك تنتبه أنت وهالشخص من أنه ما تماطلوا في حل بعض الأمور أو ما تأجلوا بعض الأمور إذا فيه إشي عم أنت عم تحس فيه صارح هالشخص الأفضل أنه يصير فيه مسارحة بينك وبين هالشخص أيضا البعض منكم اللي عم يتأخر أو عم يحاول يتجنب بعض الأمور بحل هالعلاقة فيه عندك يعني فيه تدخل رح يصير قدري بأنه يغير الأمور ويغير المسائل بينكم فيه عندك أيضا اكتمال كارما من نوعا ما اكتمال دائرة فتفوت أنت وهالشخص بمرحلة جديدة أو المرحلة القديمة اللي بينكم رح تسكروا عليها فيه بينكم مرحلة جديدة رح تصير فيه عندك وفيه عندك فيه عندك بالتأكيد بداية جديدة تقريبا ثلاث الوراق بداية جديدة أيضا عندك تواصل سريع هون فيه بينكم رح يصير تواصل سريع للمنفصلين أو اللي مش عميحكم مع بعض فيه بداية رح تكون من الناحية العاطفية فيه بينكم رح يكون أيضا باشن أو شغف كتير بالعلاقة لأنه عم شوف أغلبكم بمرحلة انفصال مع هالشخص ما كنت عم تحكي معه فالتايم اوت أو الوقت المستقطع اللي أخدته هو اللي سمح لإنك وسامح لإنه أنه يفكر بالموضوع ويدرس الموضوع صح ومشوف أنه بالمستقبل هالشخصة يعني رقم نتوصل إلى استنتاج أنه هو بيته بالفعل أنتو تعقدكم بالمستقبل بيتكم بالفعل أنه تكونوا مع بعض فيه عندك بداية جديدة وفيه عندك أيضا تواصل سريع فيه عندك أيضا تغيرات مفاجأة رح تصير دويلة فيه عندك دورة جديدة رح تصير بحياتك تغيرات مفاجأة أو تغيرات سريعة فما تحاول أنه تبطئ الأمور إذا أنت بمرحلة عم تحس أو إذا هالشخص قدم لإلك عرض عاطفي وأنت عم تحاول أنه يعني تاخد وقتك في حل الأمور أو عم تحاول أنه تماطل في الأمور مع أنك بتعرف شو اللي أنت بتريده أنا بمسحك يعني تتخذ قرار أسرع من هيك فقط إذا أنت بتعرف شو اللي بتريده لأنه عم نشوف كرة النصيحة هون بيحكي لك لا تتأخر في حل الأمور لا تتأخر في المصارحة أو بيحي الله لكل شخص بيكون الوضع مختلف فهمت علي فأنت بتفهم شو هو الموضوع اللي أنت عم تماطل فيه حاليا وحاول أنك ما تتأخر حاول أنك تاخد خطوة لأنه في عندك بدايات جديدة وفي عندك تواصل سريع ليجوز أنت اللي عم تعرقل هالتواصل ليجوز هالشخص بيده البداية جديدة وأنت اللي متردد أو عم تتأخر في أخذ القرار أوكي حبابي برج العقرب بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا لكم جميعا